قررت وزارة الأوقاف إقافة إقامة صلاة الجمعة والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع زوايا والمصليات من اليوم ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات وينادي المؤذن مع كل أذان صلوا في بيوتكم وفي رحالكم وذكرت الأوقاف أن القرار جاء بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها وبناء على رأي العلمي لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم والتي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا